باب الحيض والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره إلا إن أطبقت دم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها فإن لم يكن لها عادة فإلى تمييزها فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة والله أعلم هذا باب الحيض وهو مما يتعلق بأحكام النساء والحيض دم جبلة يرخيه رحم المرأة ولله في ذلك حكم وأسرار في نفع ذلك لجنس النساء يقول رحمه الله في بيان الأصل في الدم الخارج من المرأة قال والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض فإذا وجدت المرأة دما فالأصل أنه حيض إلا أن يوجد سبب لنزوله كان يكون معها مرض أو يكون معها أجرة عملية أو نحو ذلك فإنه عند ذلك يرجع إلى ينظر في سبب هذا الخارج وإلا في الأصل أنه حيض وقوله رحمه الله بلا حد لسنه أي لا حد لمبدأه ولا لمنتهاه خلافا لما ذكر الفقهاء من أنه لا حيض قبل تسع ولا حيض بعد خمسين فيكون الحيض قبل التسع ويكون الحيض بعد الخمسين لعدم الدليل ولا حد لقدره أي تحديد مدة زمنية وإنما يختلف النساء في ذلك اختلافا كثيرا ولا تكرره يعني ولا عدد مرات عوده هذا هو الأصل في الدم لأن الله تعالى عندما ذكر السؤال عن المحيض وصفه بوصف متى وجد على أي صفة وجد فإنه يأخذ حكمه قالوا يسألونك عن المحيض قل هو أذى فإذا كان كذلك فمتى وجد هذا الوصف ثبت حكمه دون نظر إلى سن ولا إلى قدر ولا إلى تكرار وقوله إلا إن أطبق الدم على المرأة يعني إلا استثناء مما تقدم إذا استمر الدم مع المرأة فصار لا ينقطع منها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة يعني تصير في حكم المستحاضة وهي من يجري معها الدم على غير عادة ودم الحيض ليس كدم الاستحاضة فرق بينهم النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم حيث قال للتي شكت كثرة الدم الخارج قال إنما ذلك عرق ثم قال فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها هذا بيان حال المستحاضة وأنه إذا كان لها عادة مستقرة فإنها تعمل بعادتها فإن لم يكن لها عادة فإنها تصير إلى التمييز يعني تنظر إلى لون الدم الخارج ما كان موافقا لدم الحيض فهو حيض وما كان ليس كدم الحيض فلا يأخذ دم الحيض حال الثالثة من أحوال المستحاضة وهي من كان معها الدم يجري على غير المعتاد وهي أن لا يكون لها تمييز ولا عادة فإن لم يكن لها تمييز وليس لها عادة مستقرة فإنها تعمل بعادة النساء الغالبة فتجري ستة أيام أو سبعة أيام وهذه هي الحال الرابعة للمستحاضة وهي التي لا يكون لها عادة ولا تمييز وليس لها عادة في خاصة نسائها فتعمل بعادة غالب النساء والمرجع في ذلك إلى ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبهذا يكون قد تم ما ذكره المؤلف رحمه الله من أحكام الطهارة في هذا السفر المبارك منهج السالكين في توضيح أحكام الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وليعلم أيها الأخوة أن الطهارة هي من أول ما أمر الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن أول ما شرع الله تعالى لهذه الأمة قال الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر وقوله وثيابك فطهر هو أمر بالتطهير الحسي والمعنوي فإن الآية وإن كان المقصود بها التطهر من أعمال الشرك وأخلاق المشركين إلا أنها دالة على ما يكون من حال الإنسان أن يتجنب النجاسات والأقدار والأنجاس ولهذا ينبغي أن يبادل الإنسان إلى الطهارة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان الطهور شطر الإيمان وهذا يشمل طهارة الأبدان من الأحداث ومن الأنجاس ولذلك ينبغي للمؤمن أن يعتني بالطهارة في بدنه وفي توبه وأن يتطهر أيضا وأن يحرس على الطهارة في صلاته وفي عبادته وأن يديم ذلك فإنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن فالوضوء عبادة مستقلة بذاتها وبها يدرك الإنسان من الطمأنينة والنور ما لا يدركه بدون الطهارة هذا بعض ما يسره الله تعالى في هذا المجلس نسأل الله تعالى أن يديم علينا وإياكم فضلا وأن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يسر لنا الخير حيث كان وأن يتم لنا النعمة والفضل وأن يحفظ بلادنا من كل سوء وشر وسائر بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى وأن يتم لهم النعمة والفضل وأن يؤيدهم بعزه وتمكينه وأن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير العباد والبلاد وأن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة